أريد أمي أولاد اللاجئ العراقي فرهان حزام في البوسنة دون والدتهم بانتظار دخول أوروبا يفتقد الأطفال أمهم ويشعرون بالحزن عندما تبكي أثناء اتصالهم بها بينما عميم الإبن الأكبر لفرهان يدرس اللغة الألمانية على أمل اللحاق بوالدته وسط الأخطار عبر الحدود أربعون مرة نذهب ونعود ثم نذهب ونعود كأنها لعبة أو مباراة تقول الشرطة أنه لا يمكنها أن تساعدنا أعادت الشرطة فرهان وأطفاله الثلاثة إلى البوسنة بينما نجحت زوجته أقبال وطفلهما الرابع في العبور إلى كرواتيا ومنها إلى ألمانيا يعيش فرهان وأولاده في منزل يملكه بوسنيون شجعان وافقوا على السماح للعائلة بالبقاء بمساعدة جمعية خيرية محلية تساعد اللاجئين زهيدة بوراك معلمة وناشطة إنسانية تحاول تقديم ما أمكن من الدعم الأشخاص الذين لديهم الشجاعة والذين يعيشون خارج البوسنة ولديهم منازل إضافية أو يعيشون في مبنى آخر منحوا منازلهم لعائلات مهاجرة لكنهم في حالة خوف تماما مثل عائلات المهاجرة التي تعيش داخل المنازل يخافون من التعرض للهجوم وإحراق المنازل لذلك يتعرض المالكون والعائلات لضغوط عدة أربعون مرة حاول فرهان وأولاده العبور إلى كرواتيا يفشلون ويعادون في كل مرة رغم معاناتهم هؤلاء قد يكونون أوفر حظا من لاجئين آخرين لا يجدون إلا بقايا خيمة في الثلوج ليعيشوا فيها